موسيقى نبدأ صباحنا معكم مشاهدي صباح الخير يا وطن من صحيفة البيان وأهم وأبرز ما عنونت به لليوم خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون ببوتن بوفاة السفير الروسي بالدولة وأيضا الجريدة ترصد الإجراءات وهناك دعوات للمبادرة إلى التطعيم إقبال المتزايد على مراكز التلقيح في كل إمارات الدولة وأيضا نقرأ الخبر الذي يقول محمد القرقاوي البيانات المفتوحة تعزيز للتنافسية وتجسيد للشفافية خمسون يوما عمل ارتقت بأداء الدولة واحد وخمسون مرتبة في تقرير البيانات المفتوحة نقرأ هذا الخبر كما عنونت به صحيفة البيان حيث أقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أقام حفلة تكريم للجهات الحكومية الفائزة والجهات المتميزة في سباق البيانات المفتوحة وهو مبادرة مبتكرة من بين المشاريع التي تدعمها حكومة دولة الإمارات لإثراء ثقافة البيانات المفتوحة وتعزيز المنصات الرقمية الرسمية لتكون مصدراً معتمداً للبيانات المفتوحة ونشرها وفق المعايير العالمية لنشر البيانات وشارك في السباق ثلاثة عشر جهة حكومية تمكنت خلال فترة قياسية بلغت خمسين يوماً من تقديم مائتين وسبع وسبعين مجموعة بيانات مفتوحة تغطي ثلاثين قطاعاً حيوياً في الدولة كالتعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد والطق والتوازن بين الجنسين والأمن الغذائي وغيرها وحققت الدولة قفزة غير مسبوقة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام عشرين عشرين والذي أصدرته منظمة البيانات المفتوحة وشمل مائة وسبعاً وثمانين دولة حول العالم محققة بذلك قفزة مقدارها واحد وخمسون مرتبة دفع واحدة لتحتل المركز السادس عشر عالمياً الأخبار على الصعيد العربي نقرأها من صحيفة الاتحاد القوات اليمنية تصد هجوماً بالحديدة ومقتل عشرة الحوثيين حيث أهلنا المركز الإعلامي لألوية العمالق اليمنية أن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذته جماعة الحوثي الإرهابية في حيث جنوب الحديدة وهما أسفر عن مقتل أربعين مسلحاً وإصابة خمسة وخمسين آخرين ونقل المركز عن مصدر عسكرياً قوله أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد الميليشيات الحوثية شمال غرب مديرية حيث وفي الدرهمي استمرت لساعات وتكبدت الميليشية خسائر مادية وبشرية كبيرة وإضافة المصدر أن المدفعية وجهت ضربات مركزة ضد عناصر الحوثيين وهما أسفر عن تدمير ثلاثة أطقم محملة بالعتاد مشيراً إلى أن القوات المشتركة لا تزال تحاصر أو تحاصر مجموعة من عناصر الحوثيين الذين تسللوا إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال يأتي ذلك بعد يوم من أو على إحباط القوات المشتركة لسلسلة من التسللات الحوثية المتتالية في الدرهمي وحيسو الجبلية في محاولة من الحوثيين القضاء على عملية السلام والهدنة الأممية بحسب ألوية العمالقة وفي هذه الأثناء أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني طائرة مسيرة مفخخة في مديرية الصفراء بمحافظة صعبة أطلقتها ميليشيات الحوثيين مدعومة من إيران وأضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وأيضا من تدميرها الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الخليج ونقرأ اقتصاديا اقتصادية الشرقة تبحث تعاون مع بيت الحكمة ومجمع البحوث حيث قام وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشرقة بزيارة لبيت الحكمة المركز الثقافي الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم ومجمع الشرقة البحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي صمم أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية للاطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع ولبحث سبل تعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ترأس الوفد سلطان عبدالله بن هودا سويدي رئيس دائرة تنمية الاقتصادية بالشارقة كما ضم الوفد عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي وعلى النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات وهسالم سويدي نائب مدير إدارة رقابة والحماية التجارية وأيضا مريم سويدي نائب مدير إدارة شؤون الصناعية وأيضا عدد من موظفي الدائرة وقال عبدالعزيز عمر المدفع أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة وكل من بيت الحكمة ومجمع الشارق البحوث والتكنولوجيا والابتكار يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتعزيز أطر التنسيق والتعاون مشترك بينهما وانطلاقا من الحرص على السعي الحثيث والدأوب للمساهمة البناءة والإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة بما يجعل الشارقة تتبوأ مكانة متميزة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الصاحة المحلية والتي تتطلب ضرورة رفع معدلات تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية لمواكبة التطورات بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة حيث تأتي هذه الصروح كأهم المشاريع الحيوية المتعددة لاستخدامات في الشارقة والتي تؤكد مكانة الإمارة كوجهة جاذبة لكل المستثمرين الآن مشاهدين إلى صحيفة الأنباء الكويتية ونقرأ العنوان بتفاصيله فضيحة جديدة لواتساب مع جوجل حيث مع أزمة الخصوصية لدى تطبيق واتساب الشهير للتراسل وعزمه مشاركة البيانات مع شركته الأم فيسبوك ظهرت شكاوى جديدة عن انتهاك آخر لبيانات المستخدم في دول عدة هذه المرة تظهر المخاوف من خدمات واتساب ويب على سطح المكتب لأجهزة الحاسوب المكتبية حيث تدور الشكاوى حول مزاعم بأن واتساب يكشف الأرقام مسجلة بهواتف المستخدمين على فارسة البحث من جوجل في حال استخدموا التطبيق على أجهزة الحاسوب الآلي المكتبية اشتركوا في القناة